بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير الأغر على باشر إن شاء الله ونسأل الله بحق كل أوليائه الصالحين أن يقسم لكم أعلى الدرجات وأعلى المعدلات وأن تنقبلون في أفضل الجامعات إن شاء الله اليوم محاضرتنا الجزء العاشر من الأعداد المركبة ورح نتحدث عن موضوعين أساسيين الجذران التربيعيين للعدد المركب وحل المعادلات في سي الجذران التربيعيين للعدد المركب إذا أريد أقولكم الجذر سالب أربعة كلكم رح تقولولي الجواب هو اثنين آي إذا أريد أقولكم جذر سالب خمسة وعشرين كلكم رح تقولولي الجواب هو خمسة آي إذا أريد أقولكم جذر سالب أربعة عشر أيضاً رح تتفقون ويايا بأن الجواب هو جذر أربعة عشر آي هذا الحجي قديم جداً أخذناه سابقاً إذا كان الجذر مرسوم فله قيمة واحدة داخل الجذر عدد سالب السالب يحول إلى آي والعدد إذا ينجذر أجذر إذا ما ينجذر يبقى داخل الجذر اليوم موضوعنا هو إيجاد الجذران التربيعيين للعدد المركب رح يجيني سؤال يقولي أريد منك الجذران التربيعيين للسالب أربعة يعني إذا شوفوا هنا الجذر ما رح يرسمك رح يحكي حكي ودي يريد مني جذران بصفة المثنى جد الجذران التربيعيين للسالب أربعة خطوات الحل بسيطة جداً رح تقولي سي تربيع تساوي سالب أربعة إذن معناها يؤدي إلى سي تساوي موجب أو سالب جذر سالب أربعة يؤدي إلى سي تساوي موجب أو سالب ثنياً آي إذن شوفوا الفرق بين الحل الحالي والحل السابق من يجيني جذر مرسوم فله قيمة واحدة جذر سالب أربعة رأساً قالت الجواب الثاني آي لكن من قلي جد الجذران التربيعيين للسالب أربعة خطوات الحل مكونة من ثلاث مقاطع سطر واحد فقط ثلاث مقاطع سي تربيع يساوي سالب أربعة سي يساوي موجب أو سالب جذر سالب أربعة سي يساوي موجب أو سالب ثنياً آي إذا قلي أريد منك جد الجذران التربيعيين مثلاً للسالب خمسة وعشرين إذن شرح يكون الحل عندي رح يصير سي تربيع تساوي سالب خمسة وعشرين يعني معناها السي تساوي موجب أو سالب جذر سالب خمسة وعشرين يعني معناها رح يكون عندي السي يساوي موجب أو سالب خمسة آي قبل ما تكتبون أي شيء أريد واحد منكم يجاوبني على هذا السؤال إذا ردت منكم الجذران التربيعيين للسالب سبوضع عشر إذن شنو رح يكون الجواب علي حيدر تفضل موجب سالب جذر سبوضع عشر شنو الخطوات الحل مو رأساً تقول لي هذا الجواب خطوات الحل أو شنقول سي تربيع يساوي سي تربيع يساوي نعم سالب سبوضع عشر سالب سبوضع عشر يعني شنو معناها يؤدي إلى سي يساوي تحت موجب سالب تحت الجذر سالب سبوضع عشر إذن موجب أو سالب جذر سالب سبوضع عشر يعني معناها السي شي يساوي السي يساوي موجب سالب جذر سبوضع عشر أو سالب جذر 17 لذلك اتكتبوا لي الموضوع الجذران التربيعيين للعدد المركب اتكتبوا لي هذا الموضوع ابدأ فاتركم الجذران التربيعيين للعدد المركب ووراها اتكتبوا لي اولا 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 لإيجاد الجذران التربيعيين لعدد عليكم السلام استاذاني عباليكم تحان وانتظرت ماكوس يعني هستوني بديت لا 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 اكتبوا لي اياي الموضوع الجذران التربيعيين للعدد المركب واولا لإيجاد الجذران التربيعيين لعدد حقيقي سالب بين قوسيا سالب اي نتبع الاسلوب التالي نفرض سي تربيع تساوي سالب اي سي تساوي موجب او سالب جذر سالب اي سي تساوي موجب او سالب جذر اي اي حس كتبوا لي هذا المثال جذران التربيعيين للاعداد المركبة التالية جذران التربيعيين للاعداد المركبة التالية ورح تكتبوا لي ذن الامثلة التالية اذا هذا الاحتمال الاول من يريد مني الجذران التربيعيين لعدد حقيقي سالب فخطوات الحل بسطر واحد والسطر مكون من الثلاث مقاطع ولكن من يريد مني السالة تكتبون وركزوا من يريد مني الجذران التربيعيين للعدد المركب مثلا ثمانية زائد ستة الجذران التربيعيين للعدد المركب ثمانية زائد ستة شنو الفرق بين صيغة السؤال بالحالة الاولى وصيغة السؤال بالحالة الثانية كلش واضح الفرق بان الحالة الاولى الجزء التخيلي يساوي صفر يعني مني يقول لي سالب اربعة هذا شنو معناها سالب اربعة زائد صفر اي مني يقول لي سالب خمسة وعشرين معناها زائد صفر اي مني يقول لي سالب اسبوط عشر معناها زائد صفر اي فاذا كان عدد حقيقي السالب السلموجب مو موضوعنا ما يقول يجد الجذران التربيعيين للأربعة مو موضوعنا هذا هذا أعداد حقيقي فقط لكن إذا كان عدد حقيقي سالب فخطوات الحل سطر واحد مكون من ثلاث مقاطع أما من يريد مني الجذران التربيعيين لعدد مركب جزءه التخيلي لا يساوي صفر حس جزء الحقيقي يساوي صفر ما يساوي صفر ما يهمني رح يجينا سؤال اليوم أقول لك سالب آي جزءه التخيلي لا يساوي صفر لكن الحقيقي صفر شريد منه رح يجيني سؤال بالواجبات سبعة زائد أربعة وعشرين آي جزءه التخيلي لا يساوي صفر فالحقيقي السبعة مو سبعة ما يهمني خطوات الحل رح تكون حسب ما يلي لا تكتبون وريد تركزون ويايا على الحج اللي رح تشيه السب أول خطوة من خطوات الحل هو الفرضية رح تقول نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب وتكتب العدد المركب هو رح تقول اكس زائد واي اي اكس زائد واي اي لا تكتب بس اريدك تركز ويايا على الحج رح تحجيه السب اذن نفرض اول خطوة من خطوات الحل رح تقول نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب اللي هو يطيك يا بالسؤال رح أقول ثمانية زائد ستة اي هو اكس زائد واي اي هسا قل لك مثلا سبعة زائد اربعة وعشرين اي تقول نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب سبعة زائد اربعة وعشرين اي هو اكس زائد واي اي بمجرد أن يسوي هذه الفرضية الخطوة البعدها مباشرة رح تقول لي اكس زائد واي اي الكل تربيع يساوي ثمانية زائد ستة اي هذا الثمانية زائد ستة اي رح ينسوي اذا خلي اسوي بلون اخر اذا هنا يساوي ثمانية زائد ستة اي اذا هذه ثابتة في كل الاسئلة اكس زائد واي اي الكل تربيع اذا قلت هذا يساوي ثمانية زائد ستة اي وراها مباشرة رح يتحول السؤال الى الموضوع اللي ما اخذيه سابقا كأنه دا قل لك تساوي عدديا مركبيا اذا تساوي عدديا مركبيا فان الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة الا اذا كان كل من الطرفين عددا مركبا واحدا بصيغته الجبرية حسا الطرف الايمن بالصيغة الجبرية لكن الطرف الايسر مو بالصيغة الجبرية شو رح تقول لي اسا هنا اكس تربيع زائد اثنيا اكس واي اي زائد واي تربيع اي تربيع وهذا الاثمانية زائد ستة اي رح ينطب لحد الان بعد الطرف الايسر مو بالصيغة الجبرية شلونه حوله الى الصيغة الجبرية الاي تربيع قيمته سالب واحد واي تربيع في سالب واحد سالب واي تربيع ويا من رح ينظم ويا الاكس تربيع اذا رح يصير اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد اثنيا اكس واي اي يساوي هذا الاثمانية زائد ستة اي بعد بالانطبار اذا تساوى عدديا مركبيا فان الحقيقي يساوي الحقيقي يعني معناها رح يصير اكس تربيع ناقص واي تربيع يساوي ثمانية هذا حقيقي يساوي حقيقي تخيلي يساوي تخيلي يعني معناها اثنيا اكس اكس اذا اكو اختصار اختصر ما اكو اختصار ابقي على وضعه اذا ستة على اثنيا اكس هذا رح يكون ثلاثة على اكس هذه معادلة رقم واحد وهذه معادلة رقم اثنين هذه الثنيا رح اتعوضها بالمعادلة رقم واحد قبل ما اكمل التعويض كل اسئلة الجذران التربيعيان المكتوب باللون الاسود هذا ثابت على كل الاسئلة المكتوب باللون الاسود هذا ثابت على كل الاسئلة لكن المكتوب باللون الاحمر هذا متغير حسب طبيعة السؤال يعني اذا قل لي بالسؤال مثلا ثلاثة زائد اربعة اي هنا تنزل ثلاثة زائد اربعة اي هنا تنزل ثلاثة زائد اربعة اي هذا رح يصير ثلاثة وهذا رح يصير اربعة يعني معناها الواي يساوي رح يصير اثنين على اكس اذا قل لي بالسؤال مثلا واحد زائد جذر ثلاثة اي هذا الواحد زائد جذر ثلاثة اي ينزل اذا هنا رح يصير عندي واحد هنا رح يصير جذر ثلاثة اذا معناها الواي رح يساوي جذر ثلاثة على اثنين اكس شوف ماكو اختصار اذا اليوم ان شاء الله رح ندرب نفسنا ورما تكتب الفرضية والفرضية قلنا هذه ثابتة في كل الاسئلة هذه الفرضية نفرض الجذر التربيعي للعدد الفلاني هو اك ذائد واي اي هذه ثابتة في كل الاسئلة هاي الفرضية ايضا ثابتة في كل الاسئلة والمكتوب باللون الاسود هذا ثابت في كل الاسئلة نعم اتفضل استاذ ليش مثلا الثماني انجد ترهاب واحد وستة واي انجد لا لا ماكوش حاجة ماكو الجذور هي اسس والاسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح يعني اذا ردت اقول لك جذر اربعة زائد تسعة يصير تقول هذا يساوي جذر اربعة زائد جذر تسعة لا مايصير ليش لكن من اقول لك جذر اربعة في تسعة يقول لي ايه هذا جذر اربعة في جذر تسعة هنا جذر ستة وثلاثين اللي هو ستة وهنا رح يصير اثنيا في ثلاثة ايضا يساوي ستة اذا رح نعلم ايدينا اليوم بان كل اسئلة الجذران التربيعيان اكو خطوات مشتركة في كل الاسئلة واكو خطوات تختلف حسب طبيعة السؤال المشترك في كل الاسئلة اللي باللون الازرق مشترك في كل الاسئلة وباللون الاسود مشترك في كل الاسئلة البلون الاحمر هذا يتغير بتغيير السؤال اذا نخلي هذا نسوي احمر الموت يصير كلامنا دقيق زيان هسه رح اجي اعوض اثنين في واحد نعم احنا بالحال هم نفروض جذر التربيع لازم نعم لازم هذا كل شيء نعم عادي نعم عادي نحن قبل اكس ما زاء ستة واي يساوي اكس زاء دواي لا لا هذا قبل ايام زمان بالنسخة العربية قبل ما يتحول السؤال انجليزي وحتى اعتقد اول ما تحول انجليزي ايضا ما اذكر بالضبط صار التغيير لكن قبل من شنا ندرس هذا الموضوع هذه العبارة الاولى ما شنا نكتبها هذه ما شنا نكتبها تشنا نسوي نقول للطالب قول جذر ثمانية زاء ستة اي يساوي اكس زاء دواي اي وبعدين بتربيع الطرفين اش راح يصير عندي ثمانية زاء ستة اي يساوي اكس زائد واي اي لكل تربيع والتقينا هنا ونكمل هذا الحشي نفسه ولكن وين صار اعتراض اعتراض بان الجذر اذا كان مرسوم فله قيمة واحدة بدليل قبل شوية من سولة فتوياكم قلت لكم جذر سالب اربعة هذا اثنين اي فقط ليش لان الجذر مرسوم لكن من اقول لك جذران التربيعيان لا هذا طلع عندي موجب او سالب اثنين اي لهالسبب الكتاب الحالي اللي موجود عندكم بان مكان ما اجي ارسم الجذر واقول اكس زائد واي اي راح اجي افرض حشي اقول نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب ثمانية زائد ستة اي هو اكس زائد واي اي وبعدين راح اكمل الحال حسب ما راح اشوف زين اش راح اسوي هسة راح اعوض المعادلة اثنيا بالمعادلة واحد ومن اخذنا ايجاد قيم اكس و واي قبل العيد اتفقت وياكم المعادلة التربيعية لا تأخذ منها معادلة مساعدة نهائيا المعادلة التربيعية لا تأخذ منها معادلة مساعدة اذا المعادلة المساعدة صارت من المعادلة رقم اثنين يجي طالب يقول لي يصير هذه اسميها معادلة رقم اثنين وهذه اسميها رقم اثنين اقول لي بكيفك ما كم مشكلة تريد لا اتبسط وهي اسميها رقم اثنين بعد احسن اذا هسة هنا راح اجي اعوض مكان كل واي راح اعوض ثلاثة على اكس ركزوا اياي اش راح يصير هنا اكس تربيعية نزل على وضعه ناقص اثلاثة على اكس الكل تربيع يساوي ثمانية التربيع راح يوزع على البسطة على المقام يعني معناها راح يصير اكس تربيع ناقص تسعة على اكس تربيع يساوي ثمانية اي معادلة فيها مقامات وضايج من المقام راح نجي نضرب المعادلة كلها بالمقام اذا راح اقول في اكس تربيع اش راح يصير عندي هنا اكس تربيع في اكس تربيع هذا اكس تربيع ناقص اكس تربيع من راح تنضرب هنا راح تقتصر ويا الاكس تربيع اش راح يبقى عندي تسعة يساوي ثمانية في اكس تربيع هذا ثمانية اكس تربيع وهواي طلاب بالامتحان داي ضربون في اكس تربيع لكن داي ضربوها بالطرف الايسر وينسون يضربوها بالطرف الايمان ش راح اسوي هسة راح اصفر المعادلة مو بس اصفرها اصفرها وارتبها بطريقي يعني معناها راح يصير اكس اوس اربعة ناقص اثمانية اكس تربيع ناقص تسعة تساوي صفر هسة راح اجي احل بالتجربة وكل اسئلة الجذر التربيعي بهذه الطريقة اللي راح نسميها طريقة الفرضية ضمن حدود منهجنا تحل بالتجربة يقول لي اكو اسئلة متن حل بالتجربة ايه اكو ولكن ما تجي بالوزارة ذاك الوقت راح نحلها بطريقة ديموبر راح ناخدها في نهاية الفصل الاول ان شاء الله اذا انا راح اجي احل بالتجربة الاكس اص اربعة امين جاية جاية من اكستر بيع في اكستر بيع ما اريد كل شي تكتبون لان الحاج اللي راح احتي في هذا السؤال راح تفهم الموضوع بشكل كامل بعد شوية انتو راح تحلون اسئلة بيديوكم وانحل وراكم الاكس اص اربعة جاية من اكستر بيع في اكستر بيع اشارة احد القوس ينهي نفسها اشارة الحد الثاني خليها بالقوس الاول اشارة القوس الثاني هي حاصل ضرب دنيل اشارتيا اذا سالب في سالب هذا موجب التسعة مين جاية جاية من تسعة في واحد او تلاثة في تلاثة في هذا السؤال راح تصير تسعة في واحد على مود حاصل ضرب الوسطين سالب تسعة اكستر بيع زائد حاصل ضرب الطرفين زائد واحد اكستر بيع هذا شرح يساوي راح يساوي سالب ثمانية اكستر بيع اللي هو طلع عندي الحد الاوسط من عندي حاصل ضرب قوسين تساوي صفر يعني اما القوس الاول يساوي صفر او القوس الثاني يساوي صفر ولكن المحاضرة الاولى محاضرة الاساسيات والمحاضرة الثانية اللي هي اول محاضرات الاعداد المركبة الجزء الاول بالاعداد المركبة اتفقت وياكم على شغلتين الشغلة الاولى اتفقنا بان مجموع مربعين ليس له حل في ار يعني ما اقدر اساوي بالصفر هذه اخذناها في محاضرة الاساسيات والمحاضرة الاولى بالعداد المركبة من سمينا الصيغة الجبرية للعداد المركب اي زائد بي اي اش قلنا قلنا حيث ان من قلنا اي زائد بي اي قلنا الاي والبي ينتمي الى ار وقيمة الاي تساوي جذر سالب واحد نعم سمينا الاي جزء حقيقي وسمينا البي جزء تخيلي ولكن الاي والبي ينتمي الى ار اله السبب انا من فرط الجذر التربيعي اك زائد واي اي اذا الاكس هو عدد حقيقي والواي هو عدد حقيقي ولان الاكس والواي كلاهما اعداد حقيقية لذلك من القى مجموع مربعين خلال الحل السؤال رح اقول عليه يهمل هذا مجموع مربعين مباشرة رح اكتب جواه يهمل اذا ش رح يفقى عندي هسه رح يصير اذا عندك سؤال مباشرة افتح المايك واسأل بابا رح يصير هسه نعم مجموع مربعين ما اقدر اساوي بالصفر الفرق بين مربعين اقدر احلله مجموع مربعين تقدر تقول لي فد عدد حقيقي اربعة اضيف لواحد يطلع صفر مستحيلك ويجحدد اذا صفر زائد واحد هو ما يطلع صفر واذا عدد موجب اربعة يطلع موجب زائد واحد اكيد يبقى موجب واذا عدد سالب اربعة يصير موجب زائد واحد يبقى موجب اذا مستحيل اكو عدد حقيقي اربعة اضيف لها عدد موجب يطلع صفر لذلك قلنا مجموع مربعين ليس لها حل في ارب ولكن اذا لحقنا اليوم واذا ما لحقنا على المحاضرة الجاية من اجيب لك هذا السؤال واقول لك حل المعادلة في س اذا كان بالاعداد المركبة ميهم والعودة ضربة بسالب اي تربية ما عندي مشكلة لكن ضمن الاعداد الحقيقية مجموع مربعين يهمل زين اذا نشبق عندي هسة اكستر بيع ناقص تسعة تساوي صفر يعني معناها رح يصير اكستر بيع تساوي تسعة يعني معناها الاكس رح تكون قيمتيا اما اكس تساوي ثلاثة او اكس تساوي سالب ثلاثة بسا بالملزمة في بعض الاسئلة انا قايلك موجب او سالب ثلاثة صحيح جدا ولكن انا اصحك بالابتعاد عن هذا الموجب او سالب اريدك تاخذ الموجب واحدة وتاخذ السالب واحدة لايش لايش الواي تساوي تساوي يعني لايش تساوي راح 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 تعتبر معلومات شبه متكاملة تقدر تحل بيها الاسئلة اللاحقة ان شاء الله ممكن يجيك سؤال بالوزاري يقول لك جد قيم اكس واي الحقيقيتان التي تحقق وتجيك هذه المعادلة راح تساوي كل هذا الحل اللي موجود امامك و راح تاخذ عشرة من عشرة اذا شنو اذا نطاك السؤال من نطاك السؤال قل لك جد قيمتي اكس واي تنتمي الى ار التي تحقق راح تساوي مربح الدانية تبص حقيقي يساوي حقيقي تخيل يساوي تخيل وبعد ينت يجي تكمل ولكن من يقول لك جد جذران التربيعيان للعدد المركب اذا اكتبت ما موجود على الشاشة كل راح تاخد ثمانية من عشرة تاخد ثمانية من عشرة يعني بعد اكتب تكملة بالحل شنو هذه التكملة اسمع للنصيحة اللي اللي راح اتشرك احس باي مكان بالرياضيات بالكيمية بالفيزياء بغير علم من العلوم اذا كانت الخطوة الاولى نفرض اذا كانت الخطوة الاولى بها نفرض لازم تكون الخطوة الاخيرة تعيد كتابة هذه العبارة مع تغييرات بسيطة و مكان الاكس والواي تعوض مكان هم بما يساويهم لذلك اخر خطوة بالحل انا مو قلت نفرض هس اش راح اقول السهنة الخطوة الاخيرة بعد راح اقول اذا ركز ويايا اش راح اكتب هس راح اقول الجذران التربيعيان للعدد المركب وراح اتكتب العدد المركب واتقول لي هما اذا هذي ايضا كليشة ثابته الجذران التربيعيان للعدد المركب وراح اتكتب العدد المركب اللي ناطك يا اللي هو ثمانية زائل ستة اي زين هما شنو راح تفتح لي قوس المجموعة وين راح ترجع ويايا ترجع للفرضية اللي فرضتها بالخطوة الاولى الاكس من طلع ثلاثة الواي ما تطلع واحد اذا معناها ثلاثة زائد واحد اي ماكو داعي اكتب واحد اي اذا راح اصير عندي ثلاثة زائد اي ومن الاكس طلع السالب ثلاثة الواي ما لت اطلع السالب واحد اذا سالب ثلاثة ناقص واحد اي اعني راح اكتب السالب ثلاثة ناقص اذا معناها في هذا الموضوع الخطوة الاخيرة لازم تطيني هذه العبارة هذه العبارة لازم تكتبها الجذران التربيعيان للعدد المركب الفلاني هما وتطيني ناتج الجذران التربيعيان يعني لو كان الاكس مثلا خمسة والواي ما ت مثلا ثلاثة راح اقول خمسة زائد ثلاثة اي لو كان الاكس مثلا يساوي سبعة والواي ما ت سالب ثلاثة راح اقول سبعة ناقص ثلاثة اي زيب كتبت مجموعة الحل لكن هنا ما راح اسميها مجموعة حل شو راح اقول هنا اقول الجذران التربيعيان ما راح اسميها مجموعة حل اقول الجذران التربيعيان للعدد المركب الفلاني هما واجي اكتب الجذران التربيعيان وللتحقق من صحة الحل بعض الطلاب يحل سؤال وبعدين يقول صار عندي قلق أخاف وقعت عندي إشارة بالطريق أخاف عملية حسابية صار بيها خطأ ثلاثة في ثلاثة كتبتها ستة أربعة في أربعة كتبتها ثمانية السالب ربعته سويت بقيته سالب هو المفروض موجب إذن أكو طريقة للتحقق من صحة الحل مجموعة الحل النهائية رح تجي تمر رهبت للسونارات شايفين هاي السونارات ما تفتيش سيارات إذن مجموعة الحل النهائية رح تمر بتلسونارات السونار الأول بأن يجب أن يكون مجموعهما يساوي صفر وهذا رح نكتبه بعد شوي بس خلين فهمه بالبداية يجب أن يكون مجموعهما يساوي صفر لسه من أريد أجمع ثلاثة ناقص ثلاثة صفر آي ناقص آي صفر أي بعبارة أخرى يجب أن يكون أحدهما هو النظير الجمعي للآخر إذن هذا السونار الأول السونار الثاني يجب أن يكون مربع كل منهما يساوي العدد الأصلي يجب أن يكون مربع كل منهما يساوي العدد الأصلي الآن هذا إذا أريد أربعة رح يصير ثلاثة زائد آي تربيع شي ساوي تسعة زائد ستة آي زائد آي تربيع من أول آي تربيع سالب واحد وهي التسعة ثمانية إذن صار ثمانية زائد ستة آي وهذا السالب ثلاثة ناقص آي إذا أربعة أيضا رح يصير ثمانية زائد ستة آي هذا السونار الثاني السونار الثالث يجب أن يكون حاصل ضربهما يساوي النظير الجمعي للعدد الأصلي حاصل ضربهما يساوي النظير الجمعي للعدد الأصلي إذا أردت أضرب ثلاثة زائد آي في سالب ثلاثة ناقص آي سيطلع الجواب سالب ثمانية ناقص ثلاثة آي ستقول لي ذول السونرات الثلاثة اكتبوا مع الورقة لا ماكو داعي تكتبهم مثل ما موجود على الشاشة السلمة بالوزاري تاخد عشرة من عشرة هذا التحقيق إليك إذا تريد تسوي تحقيق إليك نعم بابا إذا أكو سؤال نعم هل إن جدران تربعيان لأي عدد مركب دائما يطلع عدد مركب ويا نظير الجمعي لازم لازم قلت لك لازم يكون أحد الجذرين هو النظير الجمعي للجذر الآخر لازم يعني إذا طلع أحد الحلول اثنين ناقص خمس آي فأكيد الثاني لازم سالب اثنين زائد خمس آي إذا السونارات التلاثة طرق التحليل التلاثة يجب أن يكون مجموعهما يساوي صفر أي أن أحدهما النظير الجمعي للآخر يجب أن يكون مربع كل منهما يساوي العدد الأصلي يجب أن يكون حاصل ضربهما يساوي النظير الجمعي للعدد الأصلي إذن هذه طريقة للتحقق من صحة الحل ورمز سوي هذا الحجين إذن شنو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني الاحتمال الأول كان يتحدث عن عدد حقيقي سالب في خطوات الحل رح تكون سطر واحد مكون من ثلاث مقاطع جدد جذران التربيعيان للسالب ستة وثلاثين للسالب أربعة للسالب اثنين إذن سطر واحد بثلاث مقاطع أما إذا أراد مني جذران تربيعيان لعدد مركب جزءه التخيلي لا يساوي صفر لازم أمر بهذه الخطوات اللي باللون الأزرق الفوق باللون الأزرق هالي ثابت في كل الأسئلة والموجود باللون الأسود أيضا تابت في كل الأسئلة دائما نسميها X زائد YI طبعا إذا ردت تختار غير حرفين كيفك نسميها A زائد BI تربيع ماكو مشكلة يعني هنا تقدر تقول نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب 8 زائد 6I هو A زائد BI ماكو مشكلة لكن الخطوات العامة هي هذه في كل أسئلة الجذران التربيعيان إذا ردت أستخدم طريقة الفضلية نعم أستاذ هاي الخطوات السعودية يعني التابتة عدف تصرحين يعني قبل أكتب X زائد BI تربيع نعم الآن أي تربيع قبل أكتب خطوة تابت هذه تعتبر مستحبة هذه إذا ما تريد تكتبها ماكو مشكلة بس هذه إذا ما تكتبها ماكو مشكلة لكن الباقيات لازم كلين تكتبهم نعم أستاذ إذن هست هنا نعم باب عليكم السلام أستاذ رأي طرق التحكم من حل هذه ثلاث سنوعة تمتلك طبق بس واحد منهم مثلا مجموعة مساوى صفر وضع لا الطريقة الأولى مو كافية وحدها طرق التحقيق الأولى مو كافية وحدها احتمال بعض الطلاب يصير عنده خطأ بالطريق ويطلع لعددين متناظرين ولكن السؤال هو خطأ لكن هنا الأولى والثانية كلش كافية الثالثة إذا ما تريد يسويها بكيفك الأولى والثانية سويها أنت على مسودة قبل ما أطيكم شي تكتبوه السلام الأسئلة عادة بالرياضيات تقسم إلى قسميا أسئلة تسمى إنشائية يعني إنشائية بها بها سوال هذا السؤال إنشائي بكتابه أفوا والنوع الآخر من الأسئلة يسمى أسئلة شبحية شنو هذه الأسئلة الشبحية بها حلول قصيرة جدا ونتمنى بأن جزء من الأسئلة الوزارية ترتقي إلى هذا النوع من الأسئلة التي أقول عليها الشبحية شلون يعني شلون يجيك السؤال ركزوا احتمال بالامتحان ما الدرس القادم أو بالامتحان الفاينال إن شاء الله يوم الجمعة القادمة الجمعة القادمة رح يصير امتحان من بداية الفصل الأول إلى آخر إحجاية رح نحجيها يوم الثلاثة يجوز بامتحان الفاينال أجيب لك سؤال شبحي أقول لك إذا علمت أن ركزوا إياي أحد الجذرين التربيعيين لعدد مركب معلوم يساوي ثلاثة زائد آي فإن الجذر الآخر يساوي فراغ إذن رأساً أنت تقول لي تكتب لي بالفراغ سالب ثلاثة ناقص ليش؟ لأن إحنا اتفقنا على ملاحظة بأن أحد الجذرين يجب أن يكون النظير الجمعي للجذر الآخر ممكن أجيب لك سؤال شبحي آخر أقول لك إذا علمت أن أحد الجذرين التربيعيين لعدد مركب معلوم هو ثلاثة زائد آي فإن العدد هو فراغ شو سوي هنا؟ بس السويم وربحها الدانية والناتج ما تيطلع العدد الأصلي إذن حسب الملاحظات اللي رح نكتبهه السهل لذلك أريد تكتبولي ثانياً كتبولي ثانياً لإيجاد الجذران التربيعيين لأي عدد مركب أي زائد بي آي صورة عامة نتبع الخطوات التالية إذن هذه الخطوات ثابتة في كل الأسئلة يا حبة لو تأخذها صورة وموجودة عندك بالملزمة حتى نكسب وقت اليوم سابتانياً عامة لكتبه الخطة على الصفورة نعم بس عامة لكتبه أرجع عليش عامة تكملها للمقدر تكملها زيلاً لها سرح أرجع لها بعد شوية مو بعد ما أخذنا السؤال إذن هس هنا رح تأخذون صورة لهذه إذن هذه الخطوات العامة في كل الأسئلة ورح نجي نستخدمه في حل هذا السؤال إذن أريد تكتبولي رقم أربعة هس هنا كتبنا واحد اثنين ثلاثة قبل شوية هس أريد تكتبولي رقم أربعة ثمانية زائد ستة آي هس رح أطيكم مجال أربع دقائق ثلاث دقائق أريد تكتبون وحدكم حسب ما افتهمتم من عندي ويا حب ذا متبوعون على الشاشة شفتهمتم من عندي هس أريد تكتبون واتدققون ورما تكملون حلكم هي الشاشة إذن الأسئلة اللي وردتني هس خلال فترة كتابتكم للسؤال كان أحد الأسئلة إذا ردنا نقول X تساوي ثلاثة على Y يجي طالب يقول لي أنا ما أعجبني أقول Y تساوي ثلاثة على X أنا أريد أقول X تساوي ثلاثة على Y صح له غلط صحيح لكن هذا الأسلوب بمشاكل شنو المشاكل رح تطلع لك معادلة من الدرجة الرابعة اللي رح يصير عندك Y أس أربعة زائد إثمانية Y تربيع ناقص تسعة تساوي صفر من رح تجي تحلل بالتجربة رح يصير Y تربيع زائد تسعة Y تربيع ناقص واحد يساوي صفر هذا رح تقول لي علي أيهم زائد ورما رح تقول لي أيهم ما رح يصير هنا ال Y رح تطلع قيمتيا ال Y رح تطلع قيمتيا أما ال Y تساوي واحد أو ال Y تساوي سالب واحد من ال Y تساوي واحد رح أعوضها بالمعادلة المساعدة اللي هي X تساوي ثلاثة على Y ال X رح تطلع ثلاثة ومن ال Y سالب واحد الأكس رح تطلع سالب ثلاثة ده أشوف نسبة مخيفة من الطلاب عدد مخيف من الطلاب اللي داي يستخدم هذا الأسلوب آخر خطوة من يريد يكتب مجموعة الحل داي يكتب ليها واحد زائد ثلاثة آي وسالب واحد ناقص ثلاثة آي وبالتالي تروح من عندها درجة ينحرامات ليش لأنني لازم أخلي الأكس في البداية بعدين الواي فلازم شون أقراها أقراها ثلاثة زائد آي وسالب ثلاثة ناقص آي لهالسبب قلت لكم سووها واي تساوي ثلاثة على أكس ليش هل أمود من تكتب مجموعة الحل النهائية رح تيجي تكتبها على الترتيب اللي موجود عندك بالحل إذن كان هذا جواب السؤال الأول السؤال الثاني أحد الطلاب يقول ده أشوف بالملزمة أكو طرق مختلفة بعض الشي عن الحل اللي دينحل له السؤال أقول له إيه نعم ولكن هذه الطرق المختلفة أنت أي طريقة تفهمها سويها بالامتحان يعني شنو معناها بالملزمة مثلا أنا ما أقول لك الأكس تساوي ثلاثة وأكس تساوي سالب ثلاثة من عندي الأكستر بيع تساوي تسعة أقول مباشرة الأكس تساوي موجب أو سالب ثلاثة ومن رح أعوضها بالمعادلة رقم اثنيا رح أصير الواي تساوي موجب أو سالب واحد وبعدها أكتب ناتج الجذران التربعيات لكن هذه الطريقة ما أفضلها سووها ليش ما أفضلها لأن لو كانت المعادلة رقم اثنيا هي سالب ثلاثة على أكس مو ثلاثة على أكس يعني لو كان هذا ناقص ستة آي يعني هذا رح أصير سالب ستة هنا رح أصير سالب ثلاثة على أكس إذا ردت أستخدم الطريقة الرئيسية مالتنا من الأكس تساوي ثلاثة الواي مالتها سالب واحد ومن الأكس تساوي سالب ثلاثة الواي مالتها موجب واحد لذلك رح يكون مجموعة الحل شنوة رح يصير ثلاثة ناقص آي وسالب ثلاثة زائد آي لكن إن يستخدم الطريقة السريعة المفروض شنوة إذا كانت الأكس تساوي موجب أو سالب ثلاثة المفروض يقول لي الواي يساوي سالب أو موجب واحد يعني شوف الموجب بتقابلها سالب والسالب بتقابلها موجب هذا وقت إذا كانت المعادلة رقم 2 سالبة أما إذا كانت المعادلة رقم 2 موجبة فالموجب يقابل موجب والسالب يقابل سالب وهذه الملاحظة ما ريد أطيك إيها حتى ليصير خلط بالأمور عليك فاش أقول لك أقول لك الأفضل بأن تبتعد عن هذه الطريقة من الأكس تربيع تساوي تسعة تقول لي أكس تساوي ثلاثة وأكس تساوي سالب ثلاثة زياد بعد بما أن الجذرين اللي اتفقنا عليهم أحدهما هو النظير الجمعي للآخر فبإمكانك أن تكتب مجموعة الحل بهذه الصورة تفتح لي قوس المجموعة تكتب لي واحد من الجذرين فقط مو اثنياناتهم بس واحد من عدهم تخليه داخل القوسيين وتكتب بره موجب أو سالب فإذا أردت تكتب هذه أمكان هذه صحيح وتأخذ درجة كاملة بما أن الجذرين الناتجين مجموعة الحل خلني اعتبرها أحدهما هو النظير الجمعي للآخر فبإمكانك أن تكتب أحد الجذرين فقط وتخليه داخل قوسيين وتكتب بره موجب أو سالب خلي نروح للملزمة وخلي نشوف شلون حال آني هذا السؤال اللي هو السؤال الثالث شوف الفرق بين الحل اللي كان موجود عندك على الشاشة وهذا الحل هذا نفس العملية نفرض الأك زائد واي آي هو الجذر التربيعي للعدد ثمانية زائد ستة آي فيه نحن شقلنا قبل شوية قلنا نفرض الجذر التربيعي للعدد ثمانية زائد ستة آي هو أك زائد واي آي صار تقديمه تأخير شلو أن أنت عندك بالعربي هناك خبر مقدم ومبتدأ ومؤخر فهنا نفس العملية إذا تريد تطي هذه العبارة تريد ديش العبارة كلاهما صحيح هذا الحجي نفسه بالشاشة لكن من صار عندي اثنين اكس واي تساوي ستة أنا شقلت واي تساوي ستة على اثنين اكس وتساوي ثلاثة على اكس لسا تقول لي يصير مثلا هذه ما أكتبها رأسا اكتبها ثلاثة على اكس أقول لك إي نعم يصير زين عوضت مكان الواي بما يساويها إذا صار عندي اكس تربيع ناقص تسع على اكس تربيع يساوي ثمانية بضرب الطرفين في اكس تربيع لا يساوي صفر يفضل أن تكتبها بالامتحان يفضل أن تكتبها بحيث أنا متأكد بأن هذا الاكس ولا يساوي صفر وإذا يساوي صفر فما يقدر أقسم عليه إذا صارت عندي معادلة من الدرجة الرابعة حللتها بالتجربة زين الحل اللي كان موجود عندك على الشاشة هذا الاكس تربيع زائد واحد مباشرة كتبت جواها يهمل لكن هنا قائل اذا اكس تربيع زائد واحد يساوي صفر يهمل كلاهما صحيح تقول لي لا أنا أريد شوية اختصر بالحل رأسا هذه جواها اكتبيهم ولا أقول لك صح ماك مشكلة زين اكس تربيع ناقص تسعة تساوي صفر اذا اكس تربيع تساوي تسعة اكس تساوي موجب أو سالب ثلاثة وطلعت الواي موجب أو سالب واحد وسويت جدول يلا اكتبت هنا مجموعة الحل تقول لي أنا ما ريد أسوي جدول أقول لك لساوي جدول ماكو مشكلة لكن قلنا هذه الموجب أو سالب ثلاثة كلمة هذه العبارة موجب أو سالب يفضل الابتعاد عنها يعني تأخذ الموجب واحدة وتأخذ السالب واحدة وكل واحدة تأخذ الواي مالتها الناجج النهائي تريد تكتب لي أحد الجذرين وبره تكتب لي موجب أو سالب تريد تقول لي لا أنا أريد أسويها ثلاثة زائد آي وسالب ثلاثة ناقص آي أقول لك لها وما صحيح نعم محمد إذا عندك سؤال نعم أنا هنا من الربط في X أنا متأكد بأن هذا لا يساوي صفر وإلا إذا كان يساوي صفر بين هذا يساوي صفر وهنا أصلاً رح أقسم على صفر كمية غير معرفة ورح يصير صفر يساوي صفر يعني رح تنقله بالدنيا إذن أنا متأكد بأن هذا X لا يساوي صفر فيفضل بأن تكتبها بالامتحان يفضل بأن هنا ورا ما تتخلص من المقام تكتب لي عبارة بضرب الطرفين في X وإذا كان المقام 4 X نحن نشوفها بعد شوية تكتب لي بضرب الطرفين في 4 X تقول لي لا لا أريد أكتبها أريد مباشرة أكتب هنا .X إذا ما نعم نعم إذا كانوا بس هم موجب وسالب نقدر نكتبين بس إذا كان يعني 1 موجب 1 سالب لا 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 مشكلة يعني اذا كان مجموعة الحل مثلاً 3 ناقص i وسالب 3 زائد i نفس الشيء نفس الشيء هم راح تيجي تكتب موجب أو سالب وتكتب لي واحد بينهم لو تكتب لي 3 ناقص i لو تكتب لي السالب 3 زائد i فماك مشكلة يعني كلهما موجب كلهما سالب واحد موجب واحد سالب ماك مشكلة الآن السؤال الخامس أريدك تكتب لي سالب i فقط سالب i هذا السالب i شنو معنى؟ يعني معنى صفر ناقص i إذن الخطوات العامة هي هذه ما لدنا نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب ورح تجي تكتب العدد المركب اللي هو سالب i هو x زائد yi وأريدك تحلي حل كامل ومنه يرد لي الحل نعم حيدر مؤيد أهلا المساعدة أول شي نبدأ الثابتات x زائد yi إذن x yi الكل تربيع يساوي بما أنه لازم نصيغة جبرية فلازم نضيف صفر زائد i إذن هذا صفر ناقص بعد إيه ساد x تربيع نعم نعم نسوي مرباحة دانية إذن x تربيع زائد اثنين x yi نعم ناقص y تربيع ها تريد تقول لي زائد y تربيع اي تربيع تريد رأسا تقول لي ناقص y تربيع صحيحة ما بها مشكلة إذن هذا يساوي صفر ناقص i بعد أستاذ بس نواني نفتحك حقيقة مع حقيقة تخيله مع تخيلي أريد أعزلها بالبداية نعم إذن x تربيع ناقص y تربيع ناقص y تربيع إذن هذا الحقيقي هذا الحقيقي اثنين x yi نعم هذا التخيلي يساوي صفر ناقص i يجيني طالب يسألي يقول لي صير أكتب قوس هنا أقول لي نعم يصير يصير ما أكتب نعم يصير إذا حد واحد تكتب قوس أو بتكتب قوس الكيفة لكن إذا حد ينوى أكتر لا القوس كلش ضروري لازم تكتب إذا تساوي عددين مركبين حقيقة ما حقيقة وتخيلوا ما أتخيلوا لي إذن يعني يعني x تربيع ناقص y تربيع نعم أساوي للصفر يساوي صفر إذن هذا الرقم هذا الرقم واحد نعم x y نعم يساوي لسالب واحد يساوي سالب واحد إذن معناها الواي يساوي حق السم المعادلة على x فرح ساوي لي y تساوي سالب واحد على اثنين x جيد إذن معناها الواي تساوي سالب واحد على اثنين x شكرا إلك إذن هذه المعادلة رقم اثنين أريد الباقين ياريت تحلون ويايا وإذا تقدرون تغلبوني بعد أحسن زيد هس هنا هذه المعادلة رقم اثنين رح أجي أحوضها برقم واحد اللي عنده مداخلة أو سؤال مباشرة اللي عنده سؤال فقط زيد اللي ما عنده سؤال من هو يكمل المشاركة رعام خطاب اه شا اسم اه نعوض على المعادلة المساعدة نعم اوضاء بالمعادلة رقم واحد نعم اذا تطلع تربية اكس تربية نعم نعم واحد على اسالب واحد على اثنين x نعم واحد على اثنين x وتساوي اكتب تربيع لو ما اكتب اين اكتب تربيع كثير هنا تربيع يساوي صفر جيد ربي أ حسن هنا خطاب يصير اضرب سالب في سالب لو ما يصير لا ما يصير هذا التربيع ما يصير لازم تربيع اول مرة يتخلص من التربيع واتوقع بالطالب بكم جهما هنا ضرب سالب في سالب سواها موج اذا ندير بالكم التربيع يجبNA اتخلص منعتها إذن ش راح يصير عندي هسة X تربيع ناقص واحد على أربعة X تربيع ناقص واحد على أربعة X تربيع يساوي صفر صفر زيانا ش راح أسوي هسة نضرب الطرفين في أربعة X تربيع إذن أربعة X تربيع وتريدي هنا بعد أحسن إذا تقول لي X تربيع لا تساوي صفر بعد أحسن إذن ضربت المعادلة كلها في أربعة X تربيع يعني ش راح يصير عندي هسة أربعة X plus أربعة ناقص واحد ناقص واحد أربعة X plus أربعة ناقص واحد ساوينا صفر يساوي صفر هذا السؤال من دجيبة بالامتحان أكوهواية من الطلاب يقول لي يساوي أربعة X تربيع إذن هنا عملية ضربة وهنا أربعة X تربيع في صفر وصفر إذن شلون راح أجعل هاي المعادلة أنت هنا مخير بين طريقين طريق صعب وطريق سهل الطريق الصعب راح تحول الواحد إلى الطرف الآخر يعني راح يصير أربعة X plus أربعة يساوي واحد وبعدين راح تقول لي X plus أربعة تساوي واحد على أربعة بس لازم هنا تأخذ الجذر الرابع للطرفين والعملية صعبة أخذ الجذر الرابع للطرفين عملية صعبة لكن الطريق الأسلم بأن أحل الفرق بين مربعين يعني ش راح يصير عندنا نفتح قاوسيا نعم قاوسيا وشي 2X تربيع ب2X تربيع يعني 2X تربيع راح يصير ناقص واحد وبعد و2X تربيع زائد واحد زائد واحد يساوي صفر من هو اليهمل يساوي صفر المجأل زائد واحد إذن 2X تربيع زائد واحد يساوي صفر راح تقول لي صير أقول أما 2X تربيع زائد واحد يساوي صفر وبعدها نكتم مقابل أيهمل بكيفك تريد جو والقوس مالاته رأسا نقول لي أيهمل بكيفك نعم إذن ش راح يصير عندنا هسا 2X تربيع ناقص واحد يساوي صفر إذن 2X تربيع ناقص واحد يساوي صفر يعني 2X تربيع تساوي واحد على اثنين إذن 2X تربيع تساوي واحد يعني معناها راح يصير X تربيع تساوي واحد على اثنين زائد إذا كانت X تربيع واحد على اثنين يعني الـ X راح تكون قيمتين القيمة الأولى شنو موجب هذا موجب جذر واحد إذن هذا معناها راح يكون جذر واحد على اثنين بس الجذر من أولا يعني معناها جذر واحد على جذر اثنين الجذر واحد عرفه واحد وجذر اثنين هي تبقى داخل الجذر إذن هذا راح يكتبه واحد على الجذر اثنين جيد هذه الأكس الأولى الأكس الثانية إذا نسأ هذا أما أو الأكس الثانية راح يصير عندي سالب واحد على جذر اثنين جيد بعد ما خلص الحل ذول اثنين ثم راح أعوضهم بالمعادلة رقم اثنين ساد منين جتنا السالب واحد على اثنين يعني هنا جذر بجذر الطرفين باليiod من كان عندي أكس تربيع يساوي أربعة أقول أكس تساوي موجب أو سالب اثنين فهنا من الأكس تربيع يساوي واحد على اثنين يعني معناها الأكس تساوي موجب أو سالب جذر واحد واحد على جذر اثنين فمرة أخدت الموجب ومرة أخدت السالب بالحال demonstrates بالمعادلة رقم اثنين ورح أذكرك بنصيحة قديمة النصيحة كانت المعادلة التربيعية لا أأخذ منها معادلة مساعدة إدارة أحل بالتعويض ولا أعوض بها في نهاية الحل يعني مو تجيها ليتعوضها بالمعادلة رقم واحد بها مشكلة أو وضلي بالمعادلة رقم اثنين شوفوا التعويض واش رح يصير عندي يركز ويايا ويساوي ركزوا ويايا على التعويض آني عندي ال-Y يساوي سالب واحد على اثنين X إذن هذا السالب واحد وهذا الثنين ورح أجي أكتب ال-X هنا أيضا ال-Y يساوي سالب واحد على اثنين X تشوف هذه المعادلة رقم اثنين دعا وضليها سالب واحد على اثنين X يعني معناها سالب واحد على اثنين ورح افتح قوس اش رح اكتب بداخل هذا القوس رح اكتب قيمة اكسل حصلتها اذا مرة اكتبتها واحد على جدر اثنين ومرة اكتبتها سالب واحد على جدر اثنين زين شلون رح اجيب بصوت لكم طريقتين الطريقة الاولى بان اثنين في واحد على جدر اثنين اعتبرها اثنين على جدر اثنين يعني رح اخذها بصفحة مستقلة واشوفوا شلون الحل مالته الطريقة البطيئة هذه ليس الطريقة السريعة بان رح يصير عندك ويساوي سالب واحد على اثنين على جدر اثنين وبعدين رح تقلب عملية القسمة الى عملية الضرب رح اصير سالب واحد في جدر اثنين على اثنين يعني معناها رح يصير عندك سالب جدر اثنين على اثنين بعد يفضل ابسط اكثر هذه الثنين اللي بالمقام رح اجي اعتبرها جدر اثنين في جدر اثنين وحدة منهم رح اجي اختصر هوية البص يعني رح يكون الجواب سالب واحد على جدر اثنين هاي الطريقة التفصيلية تقول لي لا انا اريد استخدم طريقة سريعة شنو هاي الطريقة السريعة انت بينك وبيان نفسك رح تجي تعتبر هذه الثنين هي جدر اثنين في جدر اثنين بينك وبيان نفسك وحدة منهم رح تقتصر هوية هاي الجدر اثنين اذا مباشرة رح تكتب لي الجواب سالب واحد على جدر اثنين بالحالة الثانية نفس الشي هذا الثنين بينك وبيان نفسك رح تعتبر جدر اثنين في جدر اثنين وحدة منهم رح تقتصر هوية المقام وسالب على سالب موجب إذن الجواب رح يكون واحد على جذر اثنان حتى ننهي الحلم على هذا السؤال إذن رح أقول الجذران التربيعيان للعدد المركب تريد تكتب سالب اي تريد تكتب صفر ناقص اي كيفك هما تفتح لي قوس المجموعة تكتب لي بصف الواي مات وبصف الواي رح تكتب لي اي إذن حسب الفرضية مات الرئيسية إذن مرة رح يصير عندك واحد على جذر اثنين ناقص واحد على جذر اثنين اي والحالة الثانية رح يصير سالب واحد على جذر اثنين زائد واحد على جذر اثنين اي تقول لي صير اكتب الناتج النهائي على الطريقة السريعة نعم يصير يجي طالب يقول لي لا انا رح اجي افتح قوس المجموعة واكتب موجب او سالب وافتح قوس واكتب احد الجذرين اللي هو واحد على جذر اثنين ناقص واحد على جذر اثنين اي نعم العبارة صحيحة وتاخد درجة كاملة فاما تكتب لي هذا البلون الاسود او تكتب لي البلون الاخبر واحد منهم اكتبك اذا اكو سؤال اتفضلوا سؤال حس اريد تكتبولي ملاحظة كتبولي ملاحظة بالدفتر لا يمكن ايجاد لا يمكن ايجاد الجذران التربعيان لاي عدد مركب الا اذا كان بصيغته الجبرية اذا هنا ملاحظة مهمة جدا شنو فايدة هذه الملاحظة من راح يجيني سؤال رقم ستة احنا وصلنا رقم خمسة هسا هنا السؤال رقم ستة اقول لك اربعة على واحد ناقص جذر سالب في كل الاسألة اللي اذا ناقشها اليوم ده اقول لك جدد جذران التربعيان لكن رقم خمسة ورقم اربعة كان هو بالاصل سيغة جبرية حتى السالب بس قليت لصبر صيغة جبرية هذا بحاجة الى تبسيط لازم احول الى الصيغة الجبرية يلا ابدي بخطوات الحل اذا برأيكم شنون راح يتحول الى الصيغة الجبرية هذا السؤال شنون راح احول الى الصيغة الجبرية نعم مريم مريم رسول استاذ اثنان الاربعة راح تنزل نعم والواحد ناقص الجدر ثلاثة راح يصير جدر ثلاثة اي اذا جدر سالب ثلاثة اذا هذا راح يصير جدر ثلاثة اي زين اكيد نضرب البص والمقام بمرافق المقام بمرافق المقام اللي هو واحد زائد جدر ثلاثة اي على واحد زائد جدر ثلاثة اي واحد زائد جدر ثلاثة اي اول ما ابدي بحاصر ضرب المقام شرح يسير اندي واحد زائد جذر ثلاثة ثلاثة آي لا حاصر ضرب أي عدد مركب في مرافقه شي ساوي ثلاثة آي ثلاثة آي ماكو آي بابا حاصر ضرب أي عدد مركب في مرافقه مربع الحقيقي زائد دائما مربع التخويلي ساي معلومه كلش قديمة صارت الآي ما أذكرها نهائيا حاصر ضرب أي عدد مركب في مرافقه مربع الحقيقي زائد دائما مربع اللي هو التخويلي زيان ممكن أوزع الباص وممكن الأربعة تبقى تنتظر حتى يقتصرها وهي الأربعة بالمقام يعني هس هنا تقوليني صير رأسا أكتبت جواب المقام أربعة وبالباص أبقى الأربعة بمكانها واحد زائد جذر ثلاثة آي زيان إذن من أختصر الأربعة وهي الأربعة الأربعة رأح يبقى واحد زائد جذر ثلاثة آي واحد زائد جذر ثلاثة آي زيان بعدين رح أفرض ثواني يجي طالب آخر يقول لا أنا ما جدت على بالي بأن الأربعة تنتظر أريد هنا أسوي أربعة زائد أربعة جذر ثلاثة آي على أربعة وبعدين الأربعة رح أوزعها جوا اثنينهم رح يصير أربعة على أربعة زائد أربعة جذر ثلاثة على أربعة وهذا آي ويساوي واحد زائد جذر ثلاثة آي صحيح معكم مشكلة لكن بيها فد مخاطر كلش قليلة رغم هي موجودة يعني ربما فد واحد بالمية من الطلاب مني يجي على الأربعة على الأربعة يقول لي ما كو يختصر الأربعة وإن الأربعة يقول لي ما كو وبالتالي ده يكتب الجواب فقط جذر ثلاثة آي بابا وين ما كو أربعة على أربعة واحد بو ما كو فبيها بعض المخاطر فإحنا متفقين بأن دائما من أريد أستخدم طريقة العامل المنسب أول ما أبدي بيحاصر ضرب المقامين بل كي أكو اشتراك مع البص حتى أخفصها مثل ما سويت بهذا السؤال إذن صار عندي هصة العدد المركب هو واحد زائد جذر ثلاثة آي شغلي رح يصير على هذا العدد المركب إذن رح نبدأ بخطوات الحل المتفقين عليها نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب واحد زائد جذر ثلاثة آي هو أكس زائد واي آي نعم بعدين الأكس زائد واي آي ربعة إذن أكس زائد واي آي الكل تربيع يساوي واحد زائد جذر ثلاثة آي نعم واحدة بمربعة حد ثانية نعم لأكس تربيع زائد اثنين أكس واي نعم يساوي زائد آي واي تربيع آي تربيع واي تربيع آي تربيع هذا هو واحد زائد جذر ثلاثة آي زائد بعدين الأكس تربيع ناقص واي تربيع إذن هذا أكس تربيع ناقص واي تربيع زائد اثنين أكس واي آي هذا كله واحد زائر جذر ثلاثة نعم X تربيع ناقص Y تربيع يساوي واحد X تربيع ناقص Y تربيع يساوي واحد هذه المعادلة رقم واحد وبعد 2XY يساوي جذر ثلاثة يعني معناها الY يساوي الY تساوي جذر ثلاثة على 2X إذن Y يساوي جذر ثلاثة على 2X هذه المعادلة رقم 2 وأذكركم بأن يفضل بأن أقول Y تساوي على الرغم من أن X تساوي جذر ثلاثة على 2Y تعتبر صحيحة ولكن يفضل الابتعاد عنها لأن احتمال يصنع لكم مشاكل بالأخير فالY يساوي جذر ثلاثة على 2X أفضل شكرا إليك منو يكمل نعم زهراء زهراء ناصر نعم عثمان أستاذ نقول X تربيع ناقص نفتح قوس نعم جذر ثلاثة على 2X يساوي واحد إذن معناها X تربيع ناقص جذر ثلاثة على 2X الكل تربيع يساوي واحد نعم يودي إلى X تربيع ناقص ثلاثة على 4X تربيع يساوي واحد إذن ثلاثة على 4X تربيع يساوي واحد نضرب على 3 طرفين على 4X تربيع إذن هذه رح أضربها في 4X تربيع وخلي فارزة أقول حيث أنه فارزة يعني X تربيع لا تساوي هذه مستحبة له أن ينازم والله يعني بيها استحباب مؤكد قريب من الواجب فالأفضل أن يساويها تمام يساوي 4X أربعة إذن رح يصير 4X أربعة ناقص ثلاثة نعم يساوي 4X تربيع يساوي 4X تربيع بعض الطلاب حتى له نسبتهم قليلة ولكن تخوف بأن ده يضرب بالطرف الأيسر وينسى يضرب بالطرف الأيمن فده يكتب لي يساوي واحد فهنا أدير بالكم نعم ناقص ثلاثة يساوي صفر هس أريد أحل التشربة 2X تربيع ب2X تربيع نجرب إذن خلي نجرب إذن 2X تربيع ب2X تربيع وإذا أمره مات رح يكون 4X تربيع بأكس تربيع سالب بموجب إذن إشارة أحد القوسين هي نفسها إشارة الحد الثاني إشارة القوس الثاني هي حاصل ضربة الإشارتين سالب بسالب هذا رح يصير موجب زين الثلاثة من مين جاية ثلاثة في واحد إذن هذه جاية من ثلاثة في واحد هذا يساوي صفر تأكد لي من صحة التحليل ما تك سالب 6X تربيع نعم وثمين أكس تربيع يساوي سالب أربعة أكس إذن زائد اثنين أكس تربيع إذن ذول رح يصيرون سالب أربعة أكس تربيع اللي هو الحد الثاني إذن تحليلي صحيح زين هذا الاثنين أكس تربيع زاد واحد مباشرة رح أكتب عليه يهمل إذن إيش رح يبقى عندي اثنين أكس تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر اثنين أكس تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر اثنين أكس تربيع يساوي ثلاثة اثنين أكس تربيع تساوي ثلاثة إذن معناها اكس تربيع يساوي ثلاثة على اثنين الاكسر بحالة ثلاثة على اثنيان هسه رح يصير عندي ايضا او اذا اما اكس تساوي شنو اما اكس يساوي جذر ثلاثة على اثنين او سالب جذر ثلاثة على اثنين هادي الجذر رح اجي اوزع عليهم يعني معناها رح يصير جذر ثلاثة على جذر اثنيان افضل رح تفيدني بعد شوية بالاختصار او شنو اكس تساوي رح يصير سالب جذر ثلاثة على جذر اثنين ذول اثنين هاتم وين رح اعوضهم نعوضهم بالمعادلة الثانية لانه اصلا ندخل يعني معادلة الرقمها بيتر بانبور ازيان اذا اثنين هاتم ذول رح اعوضهم بالمعادلة رقم اثنين اذا المعادلة رقم اثنين تتحدث عن واي تساوي جذر ثلاثة على اثنين ومضروبة بالاكس وهنا ايضا نفس الشيء واي يساوي جذر ثلاثة على اثنين مضروبة بالاكس اذا المعادلة رقم اثنين اللي دعوض بها هي هذي نعم هنا الثانية اذا اول واحدة شرح يصير عندي هنا رح يصير جذر ثلاثة على جذر اثنين وهنا رح يصير سالب جذر ثلاثة على جذر تقدر تقولي الاقتصار شرح يصير اثنين جاية من جذر اثنين في جذر اثنين اقتصار الجذر مع الجذر اذا موقع شرح يبقى عندي هنا واحد يقرز جذر ثلاثة زيان وجذر ثلاثة ويجذر ثلاثة رح تختصر ايضا اذا هنا رح يصفى عندي واحد على جذر اثنين وهنا رح يصفى عندي سالب واحد على جذر اثنين موجب على سالب سالب واثنين سويتها جذر اثنين في جذر اثنين واحدة منهم اقتصارته وهي المقام رح تبقى عندي فقط جذر اثنين وجذر ثلاثة وهي جذر ثلاثة اقتصارتها موجب على سالب سالب اذا رح يصير سالب واحد على جذر اثنين اذا اش رح يقولي هنا بالاخير الجذران التربيعية للعدد المركب من هو واحد 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 جذر ثلاثة ايهما تريد تسوي موجب او سالب لو تكتبهم اثنين اثنين سوى موجب تالب من باب السرعة اذا من باب السرعة رح اكتب موجب او سالب وافتح قوس لو اكتب ذول اثنين اثنين هم لو اكتب ذول اثنين هم بكيبكم يعني اش راح يصير عندي هسه جذرة لاثر على جذر اثنيان زائد واحد على جذر اثنيان آي وبعض الطلاب بنده يكتب لي الحل النهائي هذه الآي دي نساها وده اناقصة في الدرجة او درجتين حرامات شكرا لك نعم ما يصبح نعوض بمعادلة رقم واحد القدنا المعادلة التربعية بها قوشر مثل مشاكل بس هذا القوشر يعني القونية اذا معناها المعادلة ادارة تعوض معادلة رقم واحد راح تطلع لي قيمتين لن يلقيمتين لازم اثنين اتمعوضها بالمعادلة رقم اثنين اللي يطلع الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر قبله وليطلع الطرف الايمن لا يساوي الطرف الايسر اهم له شلي بها الهوسة هذه فيقلنا نبتعد عنها نهائيا لا استخرج منها معادلة مساعدة ولا اعوض بها بالاخير فايدتها فقط معادلة اثنين اعوضها بواحد بعد معادلة رقم واحد بعد ما لدي علاقة بها نهائيا نعم اذا اقو سؤال نعم استاذ ببدأ بقية تقليل تحديل بداية السؤال قبل العدد مركب نعم بس اكو كم شرع راح تاخل خمس سؤال ما ادري هي ايتي لسلوف نعم نعم شنو دائما من نضربه في منسل المقام الاختصر ونفسا نقدر نفتح الفوق ونختصر يعني هنا الاقتصار اذا اكو اختصار بعد فوق تختصر واذا بعض الطلاب مندي يصير عنده هنا اربعة على واحد ناقص جذر ثلاثة اي يقول انا اريد ابسطها بالطريقة الشعورية شنو هذي يقول هذه الاربعة اريد اسويها واحد زائد ثلاثة واحد زائد ثلاثة على واحد ناقص جذر ثلاثة اي وبعدين اريد اضربها في سالم اي تربية يعني راح يصير واحد ناقص ثلاثة اي تربية على واحد ناقص جذر ثلاثة اي واحللها فرق بين مربعين السيدات تنجذر اجذرها ما تنجذر تبقى داخل الجذر يصير واحد ناقص جذر ثلاثة اي في واحد زائد جذر ثلاثة اي على شنو على واحد ناقص جذر ثلاثة اي هسه راح اجي اختصر هذا وياه هذا اذا الجواب هو واحد زائد جذر ثلاثة اي فاذا تريد استويه اي شي صحيح ولا اشكال المقصد انه تصدف اذا تصدف انه يعني اغلبية المتظرة في المسلمة ممكن اجيب لك سؤال بان هنا مو اربعة اجيب لك سؤال هنا مثلا سبعة اذا سبعة ما تختصر فاش راح يصير عندك هنا لو كانت هذه سبعة يعني هذه راح اصير سبعة بعد اقتصار ماكو لازم اوزح فرح يكون الجواب شنو راح يصير سبعة على اربعة زائد سبعة جذر ثلاثة على اربعة اي فهي تشتغل على هذه الصورة الاخيرة لكن هنا مستبعدة ولكن مو مستحيلة يعني ممكن بعد الى اكو سؤال السؤال الاخر اريد تكتبون وياي اذا كان سؤال مهم جدا اجيب الوزاري عام 1997 قبل ما تجون للدنيا بثمان سنوات وبعضكم يمكن تسع سنوات واتكرر عام 2019 اذا كان سي فارز دي تنتمي الى ار وكان سي زائد دي اي يساوي سبعة ناقص اربعة اي على اثنين زائد اي جد الجذران التربيعيان للعدد اثنين سي ناقص دي اي هذا السؤال مهم جدا وحتى اكون دقيق وياكم هذه الفكرة مهمة جدا يعني اذا مراد يجي نصا ممكن الفكرة تجي بالامتحام هذا السؤال اسميه ثري ان وان يعني بيه ثلاث افكار الفكرة الاولى بان هذا لازم ابسط حول الى الصيغة الجبرية الفكرة الثانية رح يتحول الى تساوي عدد مركب من صار صيغة جبرية رح يصير الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي بمجرد ان احسبت قيمة السي والدي رح اجي اعوضها هنا والناتج احسب الجذران ماته اذا ثلاث افكار لطيفة في هذا السؤال اول ما ابدأ بحل السؤال رح اقول سي زائد دي اي يساوي سبعة ناقص اربعة اي على اثنين زائد اي اذا شلون ابسط هذا السؤال حتى استخرج السي والدي نعم حورا نعم استاذ نعم نضرب مرافق المقام اللي هو اي اثنين ناقص اي على اثنين ناقص اي اثنين ناقص اي رح اصير اربعة زائد واحد المقام اربعة زائد واحد زين الباص اه اربعة اعش نعم سالب سبعة اي نعم اه سالب ثمانية اي نعم موجب اربعة اي تربيع زين يعني عندنا المقام رح يصر خمسة نعم والبسط السالب اربعة اي تربيع رح اصر سالب اربعة اه اصر سالب اربعة الاربعة اي تربيع سالب اربعة نعم مهي الاربوط اش اصر اصر اثمانتعش لا اربوط اش ناقص اربعة اي اصر عشرة عشرة بعد سابعة والثمانية نجمع راح اصر 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 اي اصر اذا اصر اي اصر اي اي ازيان اذا معناها راح يصير اصر 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 اثنين نعم سالب ثلاثة اي ازيان اذا تساوى عددين مركبين حقيقي يصاوي حقيقي وتخيلي يصاوي تخيلي يعني السي تساوي اثنين السي تساوي اثنين وبعد والدي تساوي ثلاثة لا الدي تساوي ثلاثة هو اشار ازيان اذا هذي الفكرة الثانية زين هو ما يريد مني سي و الدي هو يريد مني الاثنين سي ناقص دي اي يعني راح عوض مكان السي بما يساوي وعوض مكان الدي بما يساوي شرح يصير عندي الاثنين نضرب السي لمهم انه اثنين فنحط بينقواس اثنين بينقواس اثنين يعني اثنين في اثنين اش قد راح يصير اربعة راح يصير اربعة زين ناقص ورح تنضرب بسالب ثلاثة اي لا راح اصير زائد اي زال ثلاثة لان هو سالب رايد ودي هي طلع السالب ثلاثة اذا سالب فيه سالب موجب يعني صار الزائد ثلاثة اي بعد هذا السؤال كله انسى ما لي علاقة بي اذا هناك ان السؤال يجد الجذران التربعي لل اربعة زال اي نعم موصر تربع لانه سالب ثلاثة لا اربعة زال ثلاثة اي اذا السؤال هس راح يبدأ السؤال كأن داي يقول لي اريد منك الجذران التربيعيان للأربعة زائد ثلاثة اي اذا نفس خطوات الحل راح نسوي هس نفرض الجذر التربيعي للعدد المركب اربعة زائد ثلاثة اي هو اك زائد واي اي شكرا لك شلون راح اجي اكمل الحل نعم حسين كريم نعم نعم شنو استعاد كانت بي قطع تكمل لا لا استعاد لك اجي ازيان اوكي يالله محمد حسين اه الباق استعاد العفو يالله محمد استعاد اا اكس زائد واي اي تربيع نعم يساوي اربعة زائد ثلاثة اي ايضا اكس زائد واي اي الكل تربيع يساوي اربعة زائد ثلاثة اي نعم اثنين اكس صير شنو هفتح هذا بتربية مربح اثنين اكس اوك تربية عفو عفو X تربيع X تربيع مربع الاول نعم زائد اثنين xyi اثنين xyi ناقص Y تربيع اذا ناقص Y تربيع او اكتب زائد Y تربيع J تربيع اثنين اتم صحيحة ازيان أربعة زائد ثلاثة اي ازيان X تربيع ناقص Y تربيع هذا تربيع ناقص ي تربيع نعم يترقى زائد اثنين اكس ي اي هذا يساوي يساوي اربعة زائد ثلاثة اربعة زائد ثلاثة اي مزيد اذا تساوى عدد المركبين نعم اكس تربيع ناقص ي تربيع يساوي اربعة يساوي اربعة هذه المعادلة رقم واحد نعم وثين أكس وثين أكس يساوي ثلاثة ثلاثة على ثين أكس إذن هذه المعادلة رقم اثنين إذن هذه تعوض بواحد شكرا إلك منو رح يكمل نعم لي نعم أستاذ نعم هسا نقول نعوض بالأولى أستاذ أستاذ المعادلة نعوض بالأولى فتصير أستاذ شاهي وقف عندي إذن هذه المعادلة الأولى هذه المعادلة الأولى يعني ما سيحدث هسا نعوض الثاني بالأولى فتصير هي ثلاثة على ثين أكس أستاذ بس شاشة مدد تطلع عندي إذن إذن تلت بواع الشاشة بواع على دفترك يعني إذن هنا أكس تربيع هذه المعادلة الأولى الأكس تربيع هي ثابتة إذن ثلاثة على ثنين أكس وإحنا قلنا الواي وثلاثة على ثنين أكس إذن ما أنا وقت بالثاني بالواي إذن 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 لا 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 موحنش قلنا قلنا أبتعد عن سوي لك مشاكل الواي أفضل إذن ي go seis على ثنين أكس إذن هنا راح يصير ثلاثة على ثنين أكس تربيع تربيع يساوي أربعة يساوي أربعة إيسا نوزع التربية تسعة على أربعة أكس تربية إذن معناها الأكس تربيع هذه راح تنزل ناقص تسعة على أربعة أكس تربيع يساوي أربعة ساوي. زيان. شرا حنسوي. هسا نضرب في اربعة اكس تربيع. نضرب في اكس تربيع. في اربعة اكس تربيع. المقام على وضعه. وراح اصوي فارزة. هقولي هنا اكس تربيع لا تساوي صفر. زيان. شرا حصير المعادلة? اربعة اكس اربعة. زيان. ناقص تسعة. نعم. يساوي اه ستة اش اكس تربيع. ستة عش اكس تربيع. بعد. رح ننقلها. رح ننقل ستة عش اكس تربيع. نعم. اه تصر اربعة اكس. اربعة ناقص تسعة. 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 يساوي صفر. زيان. احلل بالتجربة. اذا نسا هذه. خوسيا. يساوي صفر. افتح الاستاذ احده امه السالب واخر موجب. ازان اذا انا هاده السالب وهنا موجب نعم. التسعة استاذ جاي من اما في تلاته في تلاته او تسعة في واحد. ازان والاربعة جاي اما من اربعة في واحد او اثنين في اثنين. راح اساعدك بالتحليل. هذا راح يصير عندك اثنين اكستر بيئ بان اثنين اكستر بيئ. اي سات يعني. والتسعة ثلاثة في ثلاثة ما تشتغل راح اصير تسعة في واحد. تسعة في واحد. اذا. اذا راح يصير سالب اثمنتعش. سالب اثمنتعش زائد اكسطر بيع. وزائد اثنين اكسطر بيع. اذا راح يصير سالب ستاحش اكسطر بيع. ايه وطرف الحد الاوسط. زين. بعد منه اليهمل? اذا هم الموجب اثنين اكسطر بيع الواحد. اذا هذا مباشرة راح اكتب عليه ههمل. اذا اش راح يبقى عندي? اثنين اكسطر بيع ناقص تسعة تساوي صفر. اثنين اكسطر بيع اثنين اكسطر بيع تساوي. تساوي تسعة. يعني. نقسم على اثنين نعم. اذا اكسطر بيع تساوي بنفسع الاثنين. اكسطر بيع هو تسعة نحن الى احسن مباشرة رح اعوض بالمعادلة رقم اثنين ايضا اتلم بها ايضا ايضا ايش رح يصير عندي هنا ويساوي ثلاثة على اثنين الثلاثة رح تنزل الثلاثة رح تنزل اكتبت ثلاثة على جذر اثنين زيان الثلاثة نفس الشي رح يصير ويساوي ثلاثة على اثنين ومكان اكتبت ثلاثة على جذر اثنين في اختصر فيطلع واحد على جذر اثنين جيد والثلاثة وهي الثلاثة اختصرها يعني ما نحن رح يصير واحد على جذر اثنين وانها رح يصير عندي سالب واحد على جذر اثنين اذا الجذران التربعيين للعدد المركب أربعة زائد ثلاثة آي هما تكتب المختصرة أو المطولة المختصرة موجب سالب إذن موجب أو سالب وأفتح قوس نعم واحد على جذر اثنين ليش أبدي بالأس إذن رح يصير ثلاثة على جذر اثنين بعد زائد واحد على جذر اثنين آي زائد واحد على جذر اثنين وآي أسد القوس وآي أسد قوس المجموعة أتذر منك سيد سهلت على الطريقة سهلة إذن هنا قلنا يفضل بأن أقول وي تساوي المعادلة رقم اثنين أسويها وي تساوي أفضل ما أسويها أكس تساوي إذن هذا موضوع الجذران التربيعي قبل ما أطيكم الواجبات حتى ننهي المحاضرة اليوم وراح اللحك حل المعادلة تبسي إن شاء الله راح تكون المحاضرة القادمة قبل ما أطيكم الواجبات أريد أن أبه على أمر مهم بداية المحاضرة قلت لكم إذا كان الجذر مرسوم فله قيمة واحدة يعني من قلنا جذر سالب أربعة هذا يساوي اثنين أي من أريد الجذران ما راح أرسم الجذر راح أقول لك جد الجذران التربيعي هذا السؤال من إجاب الوزارية عام سبعة وتسعين وعام الفين وتساطعش ما قل لي جد الجذران التربيعيان قل لي جد خلى هذه داخل الجذر الحل هو نفسه ولكن السؤال لا يخلو من إشكال علمي فإذا رات يتكرر مرة ثانية سواء كان عام الفين واثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين أو السنين البعض بعد مستبعد بأن يجي إشكال علمي فرح يقول لك جد الجذران التربيعيان دقيتين تربيعي بابا هنا المايك بابا المايكات اغلقوها إذن هنا إذا أراد يجي هذا السؤال مجددا فرح يقول لك جد الجذران التربيعيان بس إذا أراد يجي بنفس الإسلوب يعني جذري رسمة على الرغم من وجود هذا الإشكال العلمي لكن أنت تحلى على هذا الإسلوب الواجبات اللي أريدها منكم لهذا اليوم إذن رح نروح إلى الملزمة ورح نشوف شنو الواجبات نروح إلى الوزاريات الخاصة بالجذران التربيعيان وأول الواجبات صفحة 37 هذا السؤال صفحة 37 جد الجذران التربيعيان للعدد المركب 14 زائد 2i على 1 زائد i هذا مو صيغة جبرية حولت إلى صيغة جبرية صار 8 ناقص 6i وبعدين حلية 9 هذا الواجب الأول الواجب الثاني صفحة 38 سؤال 2007 جد الجذران التربيعيان للعدد المركب 3 زائد 4i هذا السؤال اللي حليناه اللي قلت لك بيه إشكال معين شوف جيت وراسم لي الجذر من تكرر عام 2019 مكان السي ودي سواها أيوبي نفس الفكرة قلنا هذا إذا راتي تكرر مرة ثانية ما رح يرسم لك الجذر رح يقول لك جد الجذران التربيعيان ماكو داعية إلا لنحلينا الواجب الثالث بعدنا بصفحة 38 بأن سالب 1 زائد 7i في 1 زائد i إذن أبسط رح يصير سالب 8 زائد 6i وبعدها نحسب الجذران مات إذن صار عندي ثلاث واجبات لحد الآن وعندي واجب ينبعات صفحة 45 بالملزمة صفحة 45 السؤال الثالث ال-A وال-B صفحة 45 السؤال الثالث ال-A وال-B إذن فقط ظني الواجبات والدرس القادم إن شاء الله رح ناخد موضوع جديد اللي هو حل المعادلات في سي إذن إذا عندكم أي مداخلة وإذا ماكوا دنيا للمحاضرة مرسا أستاذ نعم أستاذ لقيت ملزمة إلك مع الوزاريات نعم من ألف عام 1996 نعم أستاذ تم صح أشتريها؟ لا 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 ما أنصح هنا ملزمة الوزاريات اللي يدرس على غير مدرس ما يعني عنده ملزمة مال غير مدرس فممكن يأخذ ملزمة الوزاريات تستفيد منها لكن إذا عندك ملزمت ملزمت الشروحات فهي بها الشروحات كلها والوزاريات كلها والإدرائيات كلها فماكوا داعي رح يصنع عندك مكرر إذن الملزمة الملزمة اللي موجودة عندكم تحوي على كل الوزاريات مشكور إذن إذا ماكوا شيء شكرا لكم وتصبحون على خير شكرا لكم